أعزائي المتعلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها للتقويم التشخيصي الخاص بمادة التاريخ سنة أولى باكالوريا جميع الشعب إذن نتعرف على مكونات هذا التقويم التشخيصي إذن المطلوب السؤال الأول هو ضع أو ضعي علامة صحيح أو خطأ في الخانة المناسبة العبارة الأولى فتح العثمانيون القسطنطينية سنة 1453 العبارة الثانية اكتشف العالم الجديد سنة 1493 العبارة الثالثة يمتد العصر الحديث حسب التحقيب الأوروبي بين 1492 و 1789 العبارة الأخيرة موضوع التاريخ هو فهم والسعاب التحول المجتمعي خلال فترة زمنية معينة نواصل بالسؤال الثاني إذن المطلوب هو صل أو صلي بسهم بين العبارة الواردة في الخانة أليف وما يناسبها في الخانة أليف إذن الخانة أليف لدينا الحداثات تحديث العالم المتوسطي والحركة الإنسية في الخانة أليف العبارة الأتية حركة فكرية وعلمية وفنية ميزة عصر النهضة في أوروبا كيان جيو تاريخي يضم حضارات العالم القديم حول البحر المتوسط وامتداداته العبارة الثالثة مجمل تحولات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي عرفتها أوروبا منذ مطلع العصر الحديث والعبارة الأخيرة مجمل التحولات العلمية والتقنية والمادية التي أدت إلى تطور أوروبا منذ مطلع العصر الحديث السؤال الموالي إذن مطلوب أيضا هو ضع علامة صحيح أو خطأ في الخانة المناسبة العبارة الأولى قامت الدولة الحديثة في أوروبا على القومية والعقلانية والعلمانية العبارة الثانية قامت الدولة الحديثة في أوروبا على أنقاض الفيودالية العبارة الثالثة تحت كيرول برجوازي وسائل إنتاج في ظل النظام الرأسمالي والعبارة الأخيرة هيمنة المعاملة النقدية في النظام الفيودالي المطلوب في سؤال موالي وصل بسهم بين العبارة الواردة في الخانة أليف وما يناسبها في الخانة باء دل في الخانة أليف لدينا الفيودالية الصخرة الأقنان والعمال في الخانة باء لدينا العبارات الآتية خدمات كان يقدم الفلاحون دون مقابل في النظام الفيودالي نظام سياسي واجتماعي واقتصادي سادة أوروبا في العصر الوسيط شكلوا قاعدة هرم المجتمع الرأسمالي وأخيرا شكلوا قاعدة هرم المجتمع الفيودالي السؤال موالي ضع أو ضع علامة صحيح أو خطأ في الخانة المناسبة العبارة الأولى كتوشف رأس الرجاء الصالح من طرف بارتولومي دياس أو دياز الكارافيلة نوع جديد من السفن استخدمت في الاكتشافات الجغرافية قسمت معاهدة طور دي سيلس 1494 كرة الأرضية بين فرنسا والبرتغال العبارة الأخيرة سادة الميركونتينيا أوروبا منذ بداية القرن الخامس عشر إلى منتصف القرن الثامن عشر نواصل بعدها بالسؤال الموالي إذا المطلوب واصل بسهم بين العبارات الواردة في الخانة ألف وما يناسبها في الخانة باء في الخانة ألف الغز القسطنطينية الباب العالي الموريسكيون ما يقابلها في الخانة باء العبارة الأولى عناصر مسلمة هجرت من الأندلوس بعد سقوط غرناطة سنة 1492 العبارة الثانية إحدى القبائل التركية التي نزحت من آسيا الوسطى لتستقر بالأندول بداية القرن الثالث عشر العبارة الموالية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية حتى 1453 أخيرا مقر السلطة المركزية العثمانية بالنسبة للسؤال الموالي إذا المطلوب وضع أوضع علامة صحيح أو خطأ في الخانة المناسبة العبارة الأولى كلف صاحب خزائن الدار بإدارة أموال الدولة في عهد السعديين العبارة الثانية إذ طلع عمال الخراجي بالشؤون المالية في عهد السعديين أدت الاكتشافات الجغرافية إلى ازدهار تجارة القوافل العبارة الأخيرة اعتمد الاقتصاد العثماني خلال القرن السادس عشر للميلاد على نظام الإقطاع السؤال الموالي المطلوب هو صل بسهم أو صلي بسهم بين العبارة الواردة في الخانة ألف أو وما يناسبها في الخانة با بالنسبة للخانة ألف العبارة هي كالآتي الهيئة الثالثة الأعباء الفيودالية جون كي جيمس هارغريفز ما يقابلها في الخانة با العبارة الأولى قاعدة المجتمع الفرنسي في النظام القديم العبارة الثانية الضرائب والسخرة التي كانت مفروضة على الهيئة الثالثة في ظل النظام القديم العبارة الموالية اخترع مغزى الجيني سنة 1765 العبارة الأخيرة اخترع المكوك الطائر سنة 1733 السؤال الموالي إذن المطلوب هو صل بسهم أو صلي بسهم بين العبارة الواردة في الخانة ألف وما يناسبها في الخانة با إذن في الخانة ألف لدينا فولتير مونتي سيكيو جون لوك وجون جاك روسو في الخانة با نقرأ الاستبداد المستنير الفلسفة التجريبية فصل الصلط والعقد الاجتماعي نواصل بعدها بالسؤال الموالي إذا المطلوب هو ضع أو ضعي علامة صحيح أو خطأ في الخانة المناسبة العبارة الأولى تمكن السلطان المولى إسماعيل 1672-1727 من توطيض أركان الدولة العبارة الثانية نهج السلطان سيد محمد بن عبد الله 1757-1790 سياسة الباب المفتوح العبارة الثالثة وقعت معاهدة كوتشيك قينارجي 1774 بين العثمانيين والنمسا والعبارة الأخيرة تعني الطبجية في فرقة الرومات إذن في نهاية هذا الموضوع أعزائي المتعلمين أشكركم على حسن تسبعكم وانتباهيكم وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذه السنة بحول الله طبعا يمكنكم أن تعتمدوا على هذا التقويم التشخيصي من خلال الإجابة عن الأسئلة وفي الحصة القادمة بحول الله سنتناول تصحيح هذا التقويم التشخيصي الخاص بمادة التاريخ السنة أولابا كالوريا جميع الشعاب فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته